بسم الله الرحمن الرحيم بنستكمل النهاردة بعض التطبيقات العددية على الحسابات الفرصة على الجيتس أو البوابات أو على الأسطح ده ما شفنا في المحاضرات النهاردة هناخد أول مثال عندنا مثال رقم واحد بيقول لي نقر مسألة كويس جدا يبقى هنا بيقول لي البوابة شكلها مستطيل أبعدها ايه واحد فاربعة يعني لو جيت بسيط العرض بتاعنا واحد والل بتاعنا بيساوي كام أربعة closes and open as shown as in the figure the gate is hinged at A يعني البوابة فيه عندي هنا مفصلة calculate the force FB that applied to P to keep the gate of the same position هو يطلب من نحسب FB اللي طبعاً نقطة B اللي تحفظ البوابة في الوضع اللي قدامنا ده وضع اللي قدامنا ده اتفاع السائل أربعة متر معنى كده انه انا لو مش همسك دي بفورس البوابة هتفتح طب انا عايز احفظ البوابة هزا الشكل عايز اعرف مقدار ال FB بتسوي كامل لما بصي لهذا الشكل او لهذه البوابة هي بتعرض لايه؟ بتعرض طبعاً لهيدروستاتيك فورس يبقى لازم احسب لهيدروستاتيك فورس بتاعتنا النقطة التأسر وبتتعرض للقواة FB وبتتعرض ايضاً للرياكشن عند الهنج A يبقى دي كلها الفورس اللي موجودة عندنا نبتدي خطوات الحل خطوات الحل بكل مستطع جداً ولا تمشي بس سيستماتيك في معظم المساكل اول حاجة بحدد الفري سيرس بتاعي فين؟ بحدد الساكل اللي عندي هو رأسي ولا أفق ولا ميل نوعه مستطيل ولا دائرة ولا تغير any figure وany shape وببتدي up بالقواعد اللي احنا قلناها طب انا عندي السطح هنا رأسياً يبقى عشان احسب الهيدروستاتيك فورس ببتدي عون الحاجة ادى مركز السقل بتاعي يبقى المسافة من مركز السقل لحد السطح الحر بسميها H bar يبقى الفرس هنا السطح الرأسي بل القوة افقية يبقى الFH سوي جاما H bar في ايه طبعاً قلون تحافظوه من المحاضرات السابقة يبقى الFH ابتدي عوض واخد بالي بقصة a unit طب الH bar قيمتها ايه انا عندي ده مستطيل يبقى مركز السقل يبقى ده هنا نص المسافة انا عندي المسافة اربعة يبقى الH bar 4 على 2 طب الاريا كان قلنا 1 في 4 اللي يبقى بي في L يطلع الناتج عندي بالكيلو نيوتن او بالنيوتن وتفر زي ما انت المهم تاخد بالك وانت بتعورك الحاجة التانية انا حددت الفرس ناقص نقطة تأثيرها اللي هي الCB احنا قلنا ده اسمها الCG بركز السقل وده الCB بستخدم القانون ايه قانون الYCB الYCB بيساق Y bar زايد IG على FY bar جميل جدا يبقى انا بجي اقول هنا الYCB ناقص Y bar هتبقى IG على FY bar طيب الشكل عندي ايه مستطيل زا ما قلنا يبقى الIG بتاعته بي L كيوب على 12 والاريا بتاعته بي في L مش كده يبقى بشيل الاريا وحبت قيمتها ب L وبتداختصر يطلع عندي انه الYCB ناقص Y bar عبارة عن L سكوير على 12 Y bar نعوض ال L باربعة على 12 على 2 يطلع الYCB ناقص Y bar بتساوي 0.67 يبقى انا كده around any point equal to zero طيب انا هنا اما اجي ابص للجسم اللي قدامي متعرض لHydro Static Force FH متعرض للفرس اللي اعايز اعمالي ومتعرض لري اكشن عند نقطة A فانا بعمل ايه ادى عندي البواب ايه بروح اسمعها قدامي زي ما انشايف ادى عندي الاف اتش تبعد مسافة عن نقطة A هنسميها L1 والاف بي تبعد مسافة عن نقطة A هسميها L2 احنا بناخد العزوم حوالينه النقطة اللي فيها اكبر عدد من القوة ونقطة A هي اللي فيها الري اكشن يبقى الصميشن مو منتا الراوند A بيساو سفر وبطبق حسب اتجاه اللي احنا عارفينه في العزوم اللي مع العقرب واللي ضد العقرب الساعة فامن اللي مع العقرب الساعة شرطه سالبة واللي ضد عقرب الساعة شرطه مجابة يبقى FH بتديني ما ومنتا في هذا الاتجاه عكس يبقى شرطه مجابة FHL1 FB بتديني في هذا الاتجاه مع عقرب الساعة يبقى إشاردة مينس وبالتالي بطبق القاعدة مع الابعاد كلها L1 بيساوي يا جماعة L1 عبارة عن المسافة هنا اللي هي اتنين زائد المسافة الصغيرة دي اللي هي point زي ما احنا حاسبين قدامك هي point 6 7 يطلع عندي المسافة عندنا والل اتنين مقداره قامل اتنين مقداره اربعة بعوض وطلع قيمة ال f b ودي تبقى القوة اللازمة لاننا احفظ البوابة في الشكل الوضع اللي قدامنا الوضع الرأسي اللي قدامنا زي ما احنا شفنا التطبيق سهل جدا لو احنا القوانين عارفينها وعارفين الحالات وهتلاقي معظم ال problems بتمشي بنفس الطريقة اللي اتكلمنا فيها بحدد السطح الحر للسائل بحدد المسافات بتاعتي وبطبق القوانين لان اخذتها وشكرا ونلقاكم في موضوع جديد ان شاء الله المحاضرات القادمة بازن الله